صباح الخير من جديد آخر الإحصائيات بتشير إلى أن معدل قراءة الفرد العربي لا تتجاوز 6 دقائق بالسنة فمن هنا ومن هذا المنطلق ومنطلق أيضا أن القراءة تعمل على صنع مجتمع راقي وحضاري ومثقف جاءت فكرة حملة قارئ اليوم قائد الغد نرحب الآن بمسؤولية هل حملة قارئ اليوم قائد الغد بالبداية بأحمد حياصات أهلا وسهلا فيك وحمزة حمد أهلا وسهلا فيك بكل حالكم صباح النور يعني هل حملة يحكي لنا شو سبب إطلاقها حمزة؟ كبداية صباح الخير إلي كل المواطنيين وللتحية خاصة لولدتي اللي هي شجعتني على الحملة هاي الحملة يعني إجت فكرتها من أنه العنف الجامعي نعم زاد بالفترة الأخيرة فلما زاد العنف الجامع طلعت حلول كتير أنه تساعدنا أو تحللنا مثل هاي المشاكل فأنا والأخ أحمد حاولنا بأكثر من مرة اجتمعنا حاولنا نوجد حلول من بين الحلول اللي خطرتنا وممكن فكرة غريبة بعض الشيء لكن هي بتفيدنا للمستقبل القريب والبعيد اللي هي القراءة وزيادة الوعي والثقافي لدى المواطن الأردني والمواطن العربي بشكل عام طيب كيف راح تساعد القراءة أحمد على نبذ فكرة العنف وهالعنف العدوانية الكثير اللي عم نشوفها بشكل واضح زي ما حكينا بالآوينة الأخيرة أسمحي الأول شيء أصب عليك وأصب على الوطن الجميل أصب على والدتي كمان وأصدقائي اللي دعموني يوقفوا معاي في حملتي بداية القراءة بتساعد على نبذ العنف الجامعي بطريقة أنه أنا بستطيع أوسع ثقافتي ووعي فبالتالي أنا بستطيع أنه أتقبل الأفكار المقابلة إلي برحب صدر برحبة صدر بالإضافة إلى أنه حتى لو كانت هذه الأفكار مضادة لأفكاري نعم يعني هاي هي القراءة يعني بتساعد على تقبل الآخر خلينا نقول يعني من هون إحنا بنقدر نعرف أنه من أسباب من شاكل العنف بمأنكم أنتوا يعني خرجين جداد من الجامعات من أسباب مشكلة العنف بالجامعات هو عدم تقبل الآخر وعدم تقبل الأفكار الثانية للأشخاص الآخرين صحيح هي هي من أهم الأسباب طيب أطلقتوا الحملة قبل ثلاث أسابيع تقريبا حكي لنا شو خلينا نقول المخططات اللي عم تشتغلوها لحتى تشجعوا الشباب على القراءة نحن بنشتغل على مخططات حالية اللي هي في عنا برنامج أسبوعي وبرنامج يومي نعم برنامج أسبوعي بنتنزيل جزء من كتاب 10 إلى 15 صفحة على صفحتنا على الفيسبوك وبنتيح الفرصة للمشاركين معنا بقراءتها والاستفادة منها بحياتهم العملية فيه فقرات يومية اللي هي بتكون فقرات خفيفة لا تتعدى من سطر إلى خمس أسطر نعم وبتكون فيها معلومات وفوائد عامة عادات وثقافات الشعوب عشان نزيد الثقافة لدى المواطن عنا وبالتالي بصير قادر أنه يتقبل أراء الآخرين حلو طب نرجع لمن المخططات اللي عم تحكوها أول فكرة حكيتها حمزة أنه أول عشر صفحات من كتاب تختاروا كتاب معينة أول عشر صفحات منه بتنزدوها على صفحتكم على الفيسبوك ومن بعدها بتتم المناقشة قديش مثلا في معاهم وقت الشباب أنهم يقرؤوا هالعشر صفحات ومن بعدها بتتم المناقشة فيه احنا في بداية الأسبوع تقريبا يوم الجمعة منعلن عن الكتاب في إيفند على صفحتنا الفيسبوك طبعا نشرح هذا الكتاب عن إيش بيتحدث طبعا نأخذ منه جزء تقريبا هذا الجزء مثلا نحكي مثلا أول كتاب حكينا عنه اللي هو دع القلق وابدأ في الحياة تعرف في الكل بيقلق قلقان والكل بيقلق مثلا مستقبل وإيش رح نسوي ومتى رح نشتغل ومتى كذا فارتقينا أنه مثلا أول كتاب يكون دع القلق وابدأ في الحياة اخترنا منه مثلا الجزء الثاني اللي هو كيف تتخلص من القلق أعلنوا عنه يوم الجمعة طبعا نحن نعطيهم فرصة أسبوع ليوم الجمعة اللي بعديه نعلن أنه تم فتح باب النقاش في هذا الجزء من الكتاب وبعدين تم مناقشته على صفحة الفيسبوك طب كيف تفاعل الشباب معاكم على الصفحة وعلى مناقشة مثلا هالصفحات أو جزء من الكتب اللي هم تردوها بالنسبة لصفحة قراءة يعني الكل على الفيسبوك متعود على صفحات رياضة أغاني وممثلين يعني هذا شيء حلو درد شيء فصار المستوى هذه النشاطات عالي كثير بالنسبة للقراءة متدني فبالنسبة لصفحة قراءة فملاحظين أنه التفاعل ممتاز فيه شباب فيه صبايا يعني بيحبوا يقرأوا بس ما كانوا يلاقوا المكان اللي يقرأوا فيه وما فيها توجيه صحيح وما فيه توجيه ممكن يستصعب الشخص يروح على المكتبة فإحنا بنوفر هاي الشغلات إنه لكون الشخص جالس في البيت عم بيقرأ مرتاح ما بيحس إنه فيه علي ثقة لزيادة إنه فيه غلبي في القراءة نعم طب برأيكم أنتم بما إنكم شباب ومقبلين على القراءة وبتحبوا القراءة وأكيد تتفاعلوا مع العديد مثلا من زملائكم بالجامعة ومع الشباب بشكل عام طبعا إحنا ما منقدر ننكر إنه إحنا شبابنا العربي والأردني إذا من نحكي يعني بوجه خاص إحنا مش مجتمع قارئ بشكل عام وطبعا هذا منذ التفولة منعرف إنه يعني إحنا مش شعب قارئ فإحكينا شو السبب إنه إحنا ما منقبل على القراءة وإحنا ما منحب القراءة فعلا إذا ما تفضلت ببداية اللقاء إذا ما حكيت إنه مثلا معدل قارئ العربي الفرد العربي في السنة 6 دقائق مقارنة في 36 ساعة للشخص الأوروبي أيضا من الحقائق الموجودة كذلك إنه ينتج كتاب لكل 350 ألف مواطن عربي مقارنة في كتاب لكل 15 ألف مواطن أوروبي طبعا هذه الأرقام مخيفة طبعا الأسباب أنا بقولي أنا بترجع لسببين السبب اللي هو المدرسة ما فيه اهتمام في الثقافة أو تسجيع على القراءة يعني حتى هون مثلا في المدارس الأجنبية بحطوا حصة من حصصهم الأسبوعية للقراءة والمطارعة بعطيهم قصة مثلا بيقرؤوها وبينقشوا فيها بينما في المدارس مثلا الخاصة أو الحكومية حتى ما فيه مثل هذه الحصة السبب الثاني أو الدور الثاني اللي هو دور الأهل يعني أنا بلاحظ ما فيه تشجيع للقراءة من قبل أهل ممكن بطريقة بسيطة أنا أشجع الإبن على القراءة عن طريق أنه مثلا إذا اليوم إذا الأسبوع هذا خلصت مثلا كتاب أنا أعطيك مثلا مكافأة أمالية مثلا خمس دنانير أو مشوار أو كذا خلص كتابين مثلا أعطيك جائزة أكبر أعتقد دور هذا الحصة التشجيع للقراءة إلو دور مهمة في مساعدة الانتشار للقراءة ويمكن كمان يعني إذا نقول الأهل بالمدرسة وأكيد الجامعات بيكون فيها دور إن هي القراءة صارت مرتبطة لدى الشاب أو الطفل العربي بالامتحانات فبتكره بالقراءة فإحنا عم بنحاول نلعب دور إنه القراءة ممتعة القراءة لما تمسك كتاب بدأ بوديك على عالم آخر بنمي خيالك لوسع فكرك في أفكار علمية ترفيهية مسلية في أفكار بتخدمك في حياتك اليومية فإحنا نحاول نغير الفكرة إنه القراءة مملة وثقيلة على الصدر قدر الإمكان نعم يعني هي برأيكم إنه هي دائما مرتبطة إنه الكتاب هو مرتبط بأسلوب الطلقين وبأسلوب الدراسة وبأسلوب الحفظ وللأسف إحنا عم نتلقاها بالجامعات وبالمدارس صحيح طيب فيه كمان من نشاطاتكم اللي عم بتقوموا فيها ومن مخططاتكم يعني اللي بلشتوا فيها من ثلاث أسابيع إنكم بتساعدوا الشباب اللي حابين يقرؤوا ويروحوا على المكتبات لحتى يختاروا الكتب بكيفية استعارة الكتب فيحكي لنا كيف عم تشتغلوا بهذا الموضوع يعني لما بحثنا على المكتبات في عمان وجدنا إنه في 12 مكتب في عمان أنا زرت شخصيا المكتب اللي تابع لصويلح فيها كتب رائعة بتفيد عشان الوقت ما بسمح أنا كطالب جامعي مثلا أو متوجه لعملي فترة الصباح للظهر بروح تعبان مش راح أروح لسه على مكتبة وأقرأ فإحنا بنعمل دور وصل يعني مثلا ممكن نستعير كتب من المكتبة نوصلها للقارع على الفيسبوك بوسيلة مجانية مريحة توصل للجميع لأن الجميع عنده صفحة على الفيسبوك نعم طيب شو نظرتكم المستقبلية هيك حلمكم المستقبلي من وراء إطلاق هاي الحملة شو شايفين لو قدامش راح يصيب بس إذا أضيف أنا على كلامه الفكرة من الفيسبوك إنه اللينك موجود وسهل بتقدر تكبس اللينك تنزل الكتاب على شريقة بي دي اف وبالتالي اللي هي تحطه مثلا على آيباد على التابلت على اللابتوب هاي كلها أمور تكنولوجيا صارت نستخدمها بشكل مفيد ثانيا فيه اللي هي الخيار الثاني إنك تكبس اللينك وأمامك يطلع الكتاب تصفحه فأنت مثلا تكون شغال مثلا شغلي على الفيسبوك مثلا ترد تقرأ كتاب صفحة مثلا ترد ترجع مثلا على الفيسبوك فهاي احنا نستفيد منها هلأ بالنسبة للسؤال للتبع نظرتكم المستقبلية نظرتنا المستقبلية احنا هدفنا بشكل عام المستقبلي إنه إنشاء جيل قادر على مقارعة صعوبات الحياة وقادر على تحمل المسؤولية وحمل رأية الوطن إن شاء الله وجيل إن شاء الله منفتح على العالم العربي والعالم الغربي إن شاء الله طيب كيفية التواصل معكم لأي من الأشخاص اللي حابين يفوتوا هم يعني من أي فئة عمرية طبعا بقدروا لهم يشاركوا معاكم شو الرابط عكم على الفيسبوك؟ بقدروا يفوتوا على الرابط اللي هو www.facebook.com سلاش ريدر ليدر جو طيب أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق شكراً لكم ويعطيكم العافية إن شاء الله هيك هالحملة تنجح لقدام وتساعدوا الشباب على القراءة لحتى يتوسع فكرنا إن شاء الله شكراً لك حمزة حماد وأحمد حياصات مسؤولي حملة قارئ اليوم قائد الغد شكراً لكم أهلا وسهلا فيكم موسيقى